كودو سينشي هيجي هاتوري وساكو كودو أسامي لو قلت لك أنه محلوا الجريمة بيكون شيء جدا طبيعي ولكن ماذا لو شخص ليس بمحقق حل القضية وهذا الشخص اللي بيحل القضية مليان بالعواطف والمشاعر فكيف من الممكن أنه بيحل القضية وإيش ممكن يصير فبهذا المقطع بتكلم على الحلقة التي حلت فيها ران القضية ويلا نخش في المقطع شيجي تبدأ الحلقة ونشوف ران وكونن وسونكو في مكان مليء بالثل وكانوا ران وسونكو يتكلموا على سينشي كالعادة وعن مواطيع لا علاقة بالحب إلا ويأتي شخصه يقول لران وسونكو مرحبا أيوته القططان الصغيرتان اللطيفتان هل تودانت تزلج معنا؟ طبعا كعادة سونكو وافقت على طول لأنه وقتها ما كانت مقربة أبدا من مكتو وكانت تدور على أي رجل عشان يصير حبيبة وبعد محادثة بسيطة بينهم تأتي إمرأة وتقول يا إلهي أنتمال آنستان موري وسوزوكي أليس كذلك؟ كما توقعت لم أرى كمان منذ مدة طويلة وران ترد وتقول المعلمة يونهارا؟ نعم عزيز المشاهد هذه الإمرأة هي معلمة ران وسونكو في الابتدائية والشخصان الذين تغزلوا بسونكو وران هم معلمان أيضا وزملاء معلمة ران وسونكو يعني الشخصان اللي تغزلوا بسونكو وران يعرف المعلمة يونهارا معلمتهم بالابتدائية والشخصان الذين تغزلوا بسونكو وران قالوا ماذا؟ هل تعرفين هما يا أستاذة يونهارا؟ والمعلمة تجاوب نعم ثم المعلمة تقول لران وسونكو على أي حال لقد غتوتهما آنستان جميلتان بالفعل وسونكو تجاوب على المعلمة وتقول وأنت كذلك يا أستاذة لا تزالين جميلة كما كنت خصوصا شعارك الطويل وبعدها يذهبوا للفندق ونكتشف شي جدا مضحك أنه زي ما قلت لكم الشخصان اللي تغزلوا بران وسونكو زملاء منذ أكثر من ثلاثة سنوات مع معلمة ران وسونكو في الابتدائية اللي هي المعلمة يونهارا وبعد محادثة لطيفة مع بعضهم البعض معلمة ران وسونكو تكلمت وقالت أتساءل ما الذي يجري فقط تأخر سوكياما سينسي وران سألت لطبيعة الحال من هو سوكياما سينسي فجاوب أحد المعلمين وقال أنه معلم الموسيقى وكان يفترض به لقائنا هنا كان من مفترض أن نتجمع في الساعة الثانية عند الردها ولكنه تأخر وصديقة معلمة ران تفكر وترد وتقول ربما سبقنا إلى المنزل المستأجر وهو ينتظرنا ليفاجئنا هناك وبعدها معلمة ران وسونكو قالت كلمة وأكدت الكلام لأنها تعرف طبع سوكياما جيدا وقالت معلمة ران وسونكو هذا محتمل فالمعلم سوكياما يحب ممارسة الألعيب كهذا وبعد ما قالت المعلمة هذا الكلام قرروا جميعا أنهم يذهبوا للمنزل واستحبوا ران وكنا نسونكو معهم عشان يناموا في المنزل وأيضا يقابلوا المعلم سوكياما وهم بالسيارة وفي طريقهم للمنزل توقف أحد الأشخاص ليحذرهم وقال أحذركم أن الذهاب إلى المنزل على الجبل بسبب توقع هضوب عاصفة قوية وإذا ذهبت لهناك لا يمكنكم الرجوع حتى بعد انتهاء العاصفة ووقتها أحد المعلمين سأل سؤال جدا مهم ولم يستطع أي أحد من المعلمين إجابته سأل وقال من هو الشخص الذي استأجر هذا المنزل أساسا وجميع المعلمين جابوا لست أنا فمن الشخص الذي استأجر هذا المنزل وتوصلوا جميعا بعد محادثة أن الشخص الذي استأجر هذا المنزل هو المعلم المفقوط سوكياما وبعدها قرروا أنهم يذهبوا للمنزل مع علمهم أنها ستهب عاصفة جدا قوية وبعد وصولهم للمنزل هبت العاصفة وأدركوا وقتها أنه من المستحيل عليهم الرجوع وخصوصا رانو سونوكو كونان اللي كانوا مخططين أنهم يعودوا من المنزل بعد الجلوس فترة جدا قصيرة ولكن بعد هبوب العاصفة من المستحيل عليهم الرجوع وقتها معلمة رانو سونوكو قالت لرانو سونوكو نعتذر عن هذا سأتصل بعبائكم وأوضح لهم الأمر لذا يمكنكم بالبقاء وبعد محاثة قليلة بين المعلمين عن المنزل وأن المنزل بعض الثمن وأن من سيدفع قيمة المنزل هو المعلم سوكو ياما بما أنه استأجر هذا المنزل يدخ جرس المنزل وسط فرحة من المعلمين لأنه وقتها توقع أنه المعلم سوكو ياما أتى وأخيرا ولكن عندما يفتح الباب ينصدم صدمة جدا كبيرة أحد المعلمين يفتح الباب وإلا يأتي شخص غريب لا يعرفه سوى المعلمين حتى أنه سونوكو استغربته قالت من ذلك الرجل ونشوف تعريف لهذا الرجل موري أتسوشي صحفي وعمره 37 سنة والصحفي أتسوشي يرد على سونوكو ويقول قبل ثلاثة سنوات أنقذني هؤلاء السادة من مأزق كنت فيه وين كنا نستغرب قبل ثلاثة سنوات وين يدرك كنا ونحن ندرك كمان أنه ذول الأشخاص كانوا موجودين بنفس المكان قبل ثلاثة سنوات ولكن لماذا عادوا لنفس المكان بعد ثلاثة سنوات؟ مع الحلقة بنعرف هذا الشيء والسؤال الثاني لماذا نصدمه عندما رأوا الصحفي؟ إذا أنقذوا هذا الصحفي قبل ثلاثة سنوات فلماذا نصدمه الآن عندما رأوه؟ كمان بنعرف مع الأحداث بعد أن نشوف أنه أحد المعلمين سأل الصحفي ماذا تفعل هنا؟ رد الصحفي وقال وردتني معلومة بأن خطبا ما سيحدث الليلة ووقتها الكل نصدم وكانوا يسألوا نفسهم ماذا سيحدث الليلة؟ وكيف هذا الصحفي جاب المعلومة أصلا؟ وبما أنه هذا الصحفي جاب هذا المعلومة فإيش اللي بيصير؟ هل من ممكن تكون جريمة قتل أو شيء ثاني؟ بنعرف مع الحلقة أكمل الصحفي وقال لقد أوقفت سيارتي في الغابة وفي لحظة وصولكم كانت العاصفة بدأت بالفعل سأحدى ببعض الدفئ هنا يعني من ممكن الصحفي كان يتجسس عليهم ولكن بسبب هبوب العاصفة القوية قرر الصحفي أنه يدخل للمنزل عشان يحظى ببعض الدفئ زي ما قال إلا وفجأ أحد المعلمين يوقف ويقول له انتظر فالصحفي طالع في المعلم وقال هل أنت متأكد؟ ما رأيك أن أكتب مقالة بعنوان معلموه ابتدائية يلقون بصحفي في العاصفة الثلجية وقتها المعلم ترك الصحفي يدخل للمنزل عشان سمعتهم ما تتأثر ومن هنا يبدأ الحماس في الحلقة وتبدأ أول لمحات القضية معلمة رانو سنوكو تطلب من سنوكو مساعدتها بترتيب الأسرة وأكيد سنوكو توافق وهنا كونان يسأل سؤال تان بذاكرته من بداية الحلقة كونان يسأل المعلمة عذر أن هل استطعتم التواصل مع المعلم سوق ياما بالهاتف أو ما شابه؟ وترد المعلمة وتقول كلا عندما اتصلت به جاء الرد الآلي لذا اعتقدت بأنه بطريقها إلينا وطبعا أكيد كونان نصدق كلام المعلمة إلا وفجأة يصير شيء جدا غريب شيء بيغير مسار الحلقة وقصة الحلقة سنوكو هي ترتب الأسرة سمعت صوت غريب من الغرفة المجاورة الغرفة التي فيها المعلمة يوني هارا وعندما ذهبت سنوكو لتفقد الغرفة وجدت معلمتها مستلقية على الأرض وقتها سنوكو من الصدمة صرخت من هو الشخص الذي فعل هكذا بالمعلمة؟ ولماذا فعلها أصل؟ وهل كلام الصحفي بأنه سيحدث أمر ما الليلة له علاقة بالذي حدث مع المعلمة؟ الآن بنعرف وقتها سنوكو حاولت أن تيقض المعلمة ولكن المعلمة لم تستيقض وقتها كان في يد المعلمة شيء جدا غريب ثلاثة خطوط على يدها إلا فجأة نقفل بباب ويأتي شخص وينوم سنوكو وربط حبل على عنق سنوكو عشان يحاول يقتلها سنوكو حاولت تقاوم ولكن لم تستطيع وسقطت سنوكو على الأرض هل سنوكو فارقت الحياة أم ما زالت على قيد الحياة؟ ومن هذا المجرم؟ ولماذا أريد قتل سنوكو؟ وبعدها نشوف ران وكنا نوصل للغرفة التي فيها سنوكو وحاولوا طرق الباب ولكن لا حياة لمن تنادي وقتها ران استخدمت مهاراتها بالفرتي وركلت الباب وانفتح الباب ووقتها وجدت سنوكو مستلقي على الأرض وكانت على قيد الحياة ووقتها المعلم استيقضت أيضا وهرعوا المعلمين جميعا للغرفة والآن بنكتشف إيش صار مع المعلمة وسنوكو والمعلمة بدأت بالكلام وقالت حينما كنت أرتب السرير هاجمني أحد من الخلف وغطى فمي وفقدت الوعي ووقتها كان موجود حبل على الأرض وسأل أحد المعلمين عن هذا الحبل وكونا قال بعد أن أفقدها القاتل الوعي حاول الفاعل شنقها به وحتى أنه حاول أسوي هذا الشيء كمان بسنوكو وأعلامة الحبل موجودة على العنق سنوكو ولما انسألت ران المعلمة عن إذا القاتل حاول أنه يخنقها بالحبل جاوبة المعلمة لا أعلم لقد حاولت مقاومته لكني غبت عن الوعي في النهاية لذا لا أتذكر وهنا المعلمة قالت شي جدا مهم المعلمة قالت لقد ضرب راسي بالحائط عدة مرات ولما رفعت شعرها عشان يشوفوا مكانة ضربة استغربوا كل الشخصيات من الشيء اللي شافوه استغربوا من الثلاثة خطوط الموجودة في يدها والثلاثة خطوط كانت حرف مي والشيء الغريب أنه يد سنوكو كان مكتوب فيه أحرف أيضا والحرف هو نا وسط استغراب من الشخصيات عن لماذا الفاعل كتب هذه الأحرف في يدهم ياتي الصحفي يفجرها ويقول مي نا جو رو شي ومعنى هذه الكلمة الموت للجميع وبما أنه فيه ستة أحرف أيضا يعني بتكون سلسلة جرائم والقاتل بيرجع يكتل مرة أخرى بعد ما الصحفي قال زي كده نصدموا كل الشخصيات وين الصحفي قال شي جدا خطير الصحفي قال ربما الفاعل كان يحاول أخباركم بأمر ما ولكن من حسن حظكم لم يمت أحد وأكمل الصحفي وقال شي جدا صادم وبيغير مصار الحلقة أيضا الصحفي قال لذا ليس عليكم تزييف الأحداث لإخفاء الحقيقة كما حدث قبل ثلاثة عوام إيش صار قبل ثلاثة عوام وليش الصحفي قال زي كده أكيد بنعرف بنهاية القضية وبعد أحد المعلمين اتهم الصحفي بأنه هو من ارتكب هذا الشيء والصحفي رد عليه وبرع نفسه وقال إنه عنده حجة غياب وبعدها كنا نظر للنافذة وراء أثار أقدام ورقض وراء أثار الأقدام لكي يمسك بالمجرم ولكن الصدمة يا جماعة إنه أثار الأقدام انتهت عن باب المنزل يعني القاتل ما زال داخل المنزل وبعدها نشوف أنه سونكو أغمي عليها وما زالت نائمة وبعدها نشوف أنه أحد المعلمين قال إنه من الممكن المجرم ما زال داخل المنزل يعني المجرم بعد ما خنق المعلم وسونكو فتح باب الغرفة وذهب لأحد غرف المنزل ولكن كنا نأخرس المعلم وقال إن الباب كان مغلق والطريقة الوحيدة لغلاقة هو من الداخل يعني القاتل هرب من النافذة 100% وبعدها أحد المعلمين قال لا بد أنه سوقياما سينسا الذي لم يصل بعد ذلك الأحمق تكبت كل هذا العناء لإخافتنا فحسب ولكن هذا الشي جدا مستحيل لأنه من المستحيل أحد يمزح هذا المزح إنه يخنق شخصين بالحبل ويضرب رأس المعلم عدة مرات من المستحيل شخص يمزح هكذا وقتها معلمة ران سونكو غضبت وقالت كفاك مزاحا بصرف النظر عما حدث معي فالآنسة سوزوكي كانت أن تشنق حتى الموت فالأمر أكبر من كونه مسحة وما زالوا اتهموا سوقياما بالرغم من عدم وجوده وقتها معلمة ران سونكو سألت سؤال جدا مهم وقالت طبعا السؤال كان موجه للمعلمين وقالت أين كنتما لقد هجموا امرأتين فجاوبوا المعلمين وقالوا الأول قال كنت أخذ حماما والثاني قال كنت أستمع للموسيقى في غرفتي أعذار غبية ولكن للأسف مقنعة لأنه ما كان في أحد متوقع عبدا أنه تصير هذه الحادثة بعدها المعلمتين وقلوا راني الاعتناء بسونكو وغرجوا من غرفة سونكو وقتها كنا خلاص بدأ أنه يتحرب الموضوع وسأل المعلمة الثانية وقال لها أين كنت وقتها فلم نجدك في المطبخ المعلمة ردت عليه وقالت أنه كانت هناك مشكلة بالغاز وذهبت من الباب الخلفي عشان تتفقد الغاز وبعدها خلاص وكأن لم يحصل شيء كل شخص ذهب للمكان الذي يريده بدون خوف وبعدها جهز العشاء وبدأ الشخصيات بالاجتماع وتناول العشاء حتى رن الهاتف والكل توقع سوق ياما سينسي هو من اتصل ولكن الشخص الذي اتصل هو مالك المنزل لكي يسأل عن حالهم وقتها كنا كان مو مرتاح عبدا وقال ونالك أمر غير طبيعي بالمنزل يبدو عليه تفقد بعض الأشياء وسأبدأ بما حدث قبل ثلاثة عوام وبعدها كونن ذهب لدورة المياه لكي يجري مكالمة جدا مهمة كونن أخذ اختراع الدكتور أقاسا الجديد اللي هو تلفون على شكل حلق أذن واتصل على الدكتور أقاسا وطلب منه طلب كونن طلب من الدكتور أقاسا أنه يجلب لهم علومات عن القضية التي حدثت قبل ثلاثة سنوات إلا وفجأة يصير شيء جدا غريب شيء صدم كل الشخصيات يرون جرس المنزل ويفتحوا الباب والشخص الذي يرن الجرس هو سوق ياما سينسي وأخيرا ظهر سوق ياما سينسي ولكن الشيء الغريب والصدم أنه سوق ياما سينسي ميت يب يا جماعة ميت طيب دامه ميت كيف رن الجرس وكيف وصل للباب وهو ميت أسئلة جدا كثيرة ومحيرة كونن بعد ما شاهد الضحية عرف أنه الضحية ماتت مخنوق بسبب العلامات على عنق الضحية والشيء الغريب أنه الجثة كانت متصلبة ومن حالة تتصلب الجثة كونن عرف أنه الجثة ماتت قبل 9 ساعات أو أكثر والشيء الغريب كمان أنه نفس المعلم وسونك ومكتوب على يد الضحية حرف والحرف هذا هو حرف كو وتستمر سلسات الجرائم بنفس الطريقة القاتل يخنق ضحاياه ويكتب على يدهم حروف وقته أحد المعلمين صرخ بجنون وقال لا علاقة لي بالأمر ورقط على غرفته وأقفل على نفسه الباب وحاول المعلمين إقناعه بالخروج ولكن بلا فائدة وعند محاولتهم الاتصال بالشرطة الشرطة جاوبت عليهم بأنهم من المستحيل أن يأتوا حاليا لأن الجو ما يساعد وهناك عاصفة ثلجية وقالوا الشرطة أنهم سيأتوا بالصباح وبعدها نشوف كونن ذهب أمام المنزل ليحاول حل لغز القضية ونجي للجزئية المهمة في هذه الحلقة الدكتور أباسا يدقى على كونن ويخبره بالواقع الذي حدثت قبل ثلاثة سنوات وقال قبل ثلاثة سنوات في مدرسة هايزو الابتدائية شنقت طالبة نفسها في غرفة فريق كرة الطائرة والسبب هو اضطراب عصبي بسبب اختبارات القبول وبسبب هذه الجريمة ألقي اللوم على معلمة الطالبة ولكن مين هي معلمة الطالبة؟ ولكن مين هي معلمة الطالبة؟ هذا الشيء لم يرد في المقال ولما نسأل كونن عن اسم الضحية الذي ماتت الدكتور أباسا أخبره بأنه اسمها ماتشزوكي ميناكو ووقتها كونن صدم وقال أوه ميناكو إلا فجأة تجي ران من خلف كونن وتقول لكونن ماذا تفعل؟ ما هذا الشيء؟ وتاخد التليفون وين الدكتور أباسا يجيب العيد كالعادة ويقول سينشي أين أنت؟ وران وقتها انصدمت وقالت سينشي؟ هل سينشي عندك يا الدكتور أباسا؟ إلا وفجأة أحد المعلمات تصرخ بقوة؟ وكونا يصعد للدور العلوي عشان يعرف السبب؟ إلا ونشاهد المعلم الذي أخلق بنفسها الغرفة أصبح جثة هامدة وفارقة الحياة؟ وبنفس الطريقة مات خنقن ولكن الشيء الغريب بالموضوع أنه سلاح الجريمة مو موجود سلاح الجريمة اللي هو الحبل وقتها كونن ذهب وبحث عن سلاح الجريمة في كل مكان ولكنه لم يجد سلاح الجريمة وقتها كونن قال للمعلمين أن القاتل ما زال موجود في هذا الطابق اللي هو الطابق الثاني لأنه وقتها كونن كان عند الدرج وما شاف أي أحد ينزل من الدرج وأيضا وقتها كونن قال أنه فتش أغراط كل المعلمين ولم يعثر على سلاح الجريمة اللي هو الحبل وقتها جاء الصحفي وقال هذا يعني أن القاتل هو واحد منكم أنتم الثلاثة وما زال بحوزته سلاح الجريمة ووقت الصحفي طرح فكرة جدا جميلة وبتوفر على كونن باكتشافها من هو القاتل بأسرع وقت الصحفي قال أنه لابد من المشتبهين أن يفحصوا جسديا عشان يعرفوا إذا سلاح الجريمة معهم أو لا وبعد ما فحصوا المشتبهين جسديا هنا كانت الصدمة سلاح الجريمة مو موجود وهذه كانت صدمة جدا كبيرة لكونن أين هو سلاح الجريمة وفجأة أخيرا سونوكو تستيقد وأول ما تفتح هيونها تقول أن المعلمة فارقت الحياة وفيه شخص خنقها ولكن سونوكو شاهدت المعلمة بجانبها وعرفت أن المعلمة بخير وبعدها سونوكو قالت المعلمة كلام جدا جميل كلام أسعد المعلمة جدا سونوكو قالت المعلمة الحمد لله أنك بخير يا معلمتي فقط كنت دائما أنظر إليك بكل احترام وتقدير وران أكملت كلام سونوكو الجميل وقالت سونوكو ليست الوحيدة الذي تعتقد ذلك فجميع فتيات صفنا كانوا يحترموه ويننا نعرف أن ران أسونوكو يشوف المعلمة شي جدا كبير ويقدروه يحترموها جدا حتى أنهم يطلعوا لها يعني يعتبروها تقريبا قدوة فجاوبت المعلمة وقالت لا داء لكل هذا المديح ليست إلا أمرها عاجزة عن فعل شي لطلابها حتى عندما هجمت يا سوزكي لم أنقذك ووقتها ران أسونوكو نفعله جدا من كلام المعلمة وقاله هذا ليس خطائك هذا خطأ القاتل ووقتها الصحفي جاء وفجرها وقال كلام جدا مهم فاكريم مو كونن قال للدكتور أقاسا أبحث عن قضية التي حثت قبل ثلاثة سنوات مو الدكتور أقاسا قال لكونن أن اسم المعلمة لم يرد في المقال الصحفي فجرها وقال المعلمة كانت يوني هارا سينسي معلمة تران وسونوكو وصد ما أنه مدرب فريق الطائرة كان هذا المعلم وكانت هذه المعلمة معلمتها المفضلة لذوي احتياجات خاصة طبعا أتكلم عن الفتاة الذي انتحرت قبل ثلاثة سنوات وين عرفنا بعض الأشياء عن الفتاة هذه وعرفنا ارتباط المعلمين بهذه الفتاة والصدمة أنه صحفي قال لهذه المعلمة كانت بإمكانك منعها من الانتحار وبعد هذه الصدمات كلها قرروا أنه كلهم اجتمع بمكان واحد عشان خلاص القاتل ما يقدر يتكب جريمته وقتها كونان كان يمشي ويفكر بأحداث الجريمة وبعد ما طلع كونان أمام المنزل من جديد ووجد خط طائرة ورقية وبعد ما فكر وربط الأحداث اكتشف كونان خدعة الجريمة الأولى وبعدها ذهب لجفة الجريمة الثانية وعرف وقتها كونان كل شيء عرف من ارتكب الجريمة وكيف حدثت الجريمة وأين سلاح الجريمة ولكن كان فيه شيء واحد يعيق كونان والشيء هذا هو كيف يكشف الجريمة وقال كيف أخبر الجميع بذلك كانت سنكو غائبة عن الوعي طيل القضية فمن المستحيل تخديرها ومن المستحيل تخدير ران لأن صعب إقناعها بالذي حصل يعني ما الممكن أن ران ما تمشي عليها موضوع التخدير وزي كده وقتها كونان حصل حل جدا جميل وحل داعم نستخدمه وغال عرفت يمكنني أن أظهر الأمر بإني سمعت القضية من كونان وبعدها حل القضية مستخدما صوت الحقيقي اللي هو صوت سين شيء ولكن كونان نسي موضوع جدا مهم كونان نسي وجود شخص إذا كونان سوى هذا الشي بينشر هذا الخبر بكل مكان كونان قال وقتها نسيت إن حللت القضية أمام الصحفي وسيكتب عنها في الصحف وإن كتب اسمي في الصحف فسيعرفان أني على قيد الحياة المنظم السوداء وبعدها كونان جاتوا فكرة جدا رهيبة وهذه الفكرة هي الفكرة الوحيدة والخيار الأخير أن يحل القضية بدون ما أي أحد يعرف أنه هو اللي حل القضية كونان كان واقف يفكر إلا وفجأة يجي ران وتمسك كونان ولما رامسك كونان سقط هاتف كونان الغريب وقتها ران راحت الهاتف وأخذت الهاتف وقتها كونان جاتوا الفكرة الرهيبة كونان قال أذكر أن البروفيسور أخبرني بأني أستطيع بث صوتي لذلك الهاتف عبر مغير الصوت فهين قرر كونان أن يتصل على ران بصوت سينشي ويقول لأنه كونان قل له كل ملابسات القضية ويعرف من هو القاتل وينقل لران الكلام وران تقول للمشتبهين من هو القاتل وتكشف المجرم فهين سينشي اتصل على الهاتف وكلم ران وقل لها أنه كونان قل له عن كل ملابسات القضية وعرف من هو القاتل وقتها سينشي قال لران أريد منك أن تكشفي ملابسات القضية أمام الجميع بدلا عني وأستخدم الهاتف حتى أشرح لك وكل ما عليك فعلا هو نقل كلامي طبعا أكيد ران ما وافقت على هذا الشيء وخافت وقالت لسينشي كلام جدا منطقي ران قالت مش تحيل لماذا لا تحدثهم بالأمر مباشرا عبر الهاتف وسينشي يرود ويقول حسنا لا مشكلة سأحدث رجال الشرطة عندما يأتون وقتها ران غمضت عيونه وسكتت وأخذت قرار وقالت لسينشي حسنا سأبدل ما بوسعي وقتها ران كانت حازمة وجدا معصبة بسبب الأحداث اللي سواها القاتل قتل شخصين وضرب معلمتها وضرب سونوكو فران هنا بكل عصبية قالت سأنتقم منه لمهاجمته سونوكو ومعلمتي إضافها للمعلمين الذين قتلات وبعدها كونن وران جمعوا كل الأشخاص في مكان واحد عشان ران تعلن من هو القاتل وتكشف ملابسات القضية وأول ما ران قالت عرفت من هو القاتل جميع الأشخاص الموجودين انصدموا صدمة جدا كبيرة وران قالت عرفت من هو القاتل وعرفت كل ما حدث وبعدها سينشي بدأ يكشف أحداث القضية وران كانت تنقل كلام سينشي وقتها سينشي قال لران قولي لهم أن القاتل ما زال بيننا وجاء الصحفي وقال لران أنه لو طلع كلامك غلط بكتب في الصحيفة عن أنه كلامك طلع غلط وبتنفصلي من المدرسة ووقتها سينشي طمن ران وعطاها الأمان وقال لران ران لا تقلقي فأنا معك أنت في أمان اطمئني وقتها ران تطمنت من كلام سينشي وعطت الصحفي كلام ما راح ينساه أبدا ران قالت للصحفي أكتب ما شعته لتكن بعنوان ابنة المحقق الشهير موري كوغورو تقشف لغز الجريمة ووقتها ران بمساعدة سينشي وضحت أكثر عن الجريمة وشرحت طريقة الجريمة الأولى وبعدها جاء وقت الحسم كشف اسم المجرم أمام الملع كشف المجرم الذي اذتكب الجريمتين والذي هاجم سونوكو والمعلمة سينشي قال لران الشخص الذي قتل المعلمة سوغو يامو المعلم شي مودا وهاجم سونوكو ومعلمتنا هو طبعا وقتها ران كانت جدا متحمس عشان تكشف القاتل القاتل الذي هاجم سونوكو ومعلمتها وعندما سينشي عالم اسم القاتل ران انصدمت صدمة جدا كبير ومن الصدمة ران مات مالقة نفسها وقالت لا يمكن وران وعيونها تذرف الدموع قالت القاتلة هي معلمتي يونه هارا سينسي متخيل يا عزيز المشاهد المعلمة اللي كانوا سونوكو وران يعتبروها قدوتهم المعلمة اللي كانوا يشوفوها شي جدا كبير المعلمة اللي كانوا يقدروها ويحترموها جدا مو بس هم بل كل طالبات الفصل المعلمة هي القاتلة صدمة جدا كبيرة لران وسونوكو وحتى الحضور ووقتها ران قالت سلاح الجريمة هي شعر المعلمة نعم يا عزيز المشاهد سلاح الجريمة هو شعر المعلمة المستعار وفاكرين لما المجرم هاجم سونوكو الشخص المستلق على الأرض كان سوكياما سينسي الميل فالمعلمة يونيهارا أخذت الشعر المستعار ولبسته المعلم سوكياما ومع الظلام سونوكو ما لاحظت أن هذا الشخص هو المعلم سوكياما وحسبت الشخص المستلق على الأرض هو المعلمة يونيهارا وقتها المعلمة يونيهارا أتت من خلف سونوكو وخنقتها في الحبل الموجود الذي كان في الغرفة ثم وضعت جثة سوكياما أسفل السريق واستلقت مكانه على الأرض وبعد المعلم تثبت كلام ران اللي هو كلام سينتي وسوت شي صدم كل الحضور ونزعت الشعر المستعارة والباروكة وقالت نعم صحيح شعري هو شعر مستعار ولكن أين الدليل؟ أين الدليل بأني خنقت الضحاية بهذا الشعر المستعار؟ وابتع ران عطتها الدليل القاتل الدليل الذي جعل المعلمة تعترف بجرائمها ران قالت بأن الضحية الثانية قبل ما يفارق الحياة كان يحاول النجافة مسك رقبته وبدأ يحاول يفك الحبل فدماء الضحية الثانية موجودة على الشعر المستعار وكانت دماء جدا صغيرة بما أنه كان يحاول يفك الشعر فقط وقتها المعلمة أدركت أنه خلاص ده مجال للهروب واعترفت بجريمتها واعترفت المعلمة يوني هارا بأن سبب ارتكابها للجرائم بأن المعلم سوقياما هو من قتل الطفلة قبل ثلاثة سنوات والطفلة لم تنتهر وقررت أنها تنتقم من كل المعلمين الذي كانت الفتاة تحبهم وانتهت هذه القضية المحزن الران على هذا الشيء المعلمة هي القاتلة وقررت أنها تنتقم من جميع المعلمين الذي كانت تحبهم هذه الطالبة وانتهت القضية وصد حزن جدا كبير لران اللي بعد ما كشفت عن المجرم أقفلت باب الغرفة وأشهشت بالبكاء بشكل مو طبيعي لدرجة أنه أول ما رفعت راسع شافت كنن وشافت فيه ضل سينشي وذهبت لكونن وحضنت كنن وصرخت بأعلى صوتها وهي تجهش بالبكاء قضية جدا حزينة ومؤلمة الران وعلمتها المثالية الذي كانت تطلع لها هي القاتلة وران كشفت عنها بأنها هي القاتلة وين انتهت الحلقة الذي حلت فيها ران القضية أتمنى أنه المقطع عجبكم وإذا حابين أني أتكلم على قضية معي أكتبوها تحت في الكوميت وبس والله جماعة لا تنسوا تشاركو في القناة وتحطوا لايك وحسبات التكتوك والإستكترام تحصل لها تحت في الوصف قام معكم أحمد وكاتز ومع السلام